بنرجع لي ميسي تاني مباراة دي اكيد هي المباراة انت كنت سعيد بيها وفرحان وفخور احكي لي بقى اللقطات مع اليونيل ميسي الكلام مع اليونيل ميسي انت كشخص حتى يعني مثلا انت فكرت تروح تزعي ليونيل ميسي قلت مثلا دي مباراة ما روح زعيه له عادي اي مشكلة يعني منا على سبيل المسال المباراة دي مصليحش مني اي رد فعل صارم في المباراة دي نهائي ليه بقى كله ملتزم كله ملتزم اه يعني ايه بفي نحنة طلق احنا بقى يعني ايه بفي نحنة كالعبيل انت طلعت تمام مفيش اي رغم ان اكتر مباراة فيها ضغوط فريق الارجنتين رايح كاس العالم مهتم جدا ان انت تسيطر على مباراة عشان مبقاش المباراة تعلى عشان مفيش لعيب يتصاب تمام تخيل انت مثلا ميسي تصاب قبل ما يروح كاس العالم كارسة فانت عايز تحميه كمان مش عايز احميه عايز اتسيطر على المباراة عشان ما تحصلش حاجة يعني انت ممكن يتصاب وانت الفول لسا ما تشوفوش ما تحسبوش صح يبقى لعيب تشال بره على انت ايه لو انت بحسبتش حاجة اساسا شوف انت الدقة الاعلامي اللي تبقى عليك في المباراة دي مفيش حد مفيش حد بيتعامل بالشياكة بيكون رد فعل اي انسان سرامة او تطول عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قالك من رد ما انتحد بتحيا رد بقى افضل منه صح اللي بيقولك سلام عليكم بيقوله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صح مفيش اي نوع من انواع اللي احتكاك بالحكم ده اللي التزام طب اكلمك بصراحة ميسي لو كان جاعة طرد عليك واحدد شوية كنت ان هو تعمل ايه معايا ما هعمل زباب اعمل معايا في اللعيبة بطاعة مصر هتعلمه بصرامة ايوه هزعع لي ميسي يا كابتل إبراهيم هو مش جاي زعق لي اه خلاص هزعق لك وله هو جاي زعق بشكله على طول سلوك غير رياضي هديله انظر مباشرة انا عطول زي زي اي حد خلي بالك انا مسمعش احد يزعق وتطرده كبير هو مش اللعيبة ميسي بتزعقش اللعيبة بتيجي مية تنرفز انا في فرق ما بين الزعيق لعيب بإساقة في إساقة وفي فرق ما بين لعيب متنرفز عادي انت ممكن هكلمك وعلي صوتي هلوه الصوت شئ اه طبام والخروج عن السلوك الرياضي شئ تاني بالمناسبة انت وانت في الملعب خلينا بقى حاول الحاجة بصراحة دي اول مرة ممكن الناس تسمعها فيه ناس في الأجهزة الفنية بره بيشتموا بيشتموا ممكن يشتموا الحاكم بيشتموا الحاكم انا حاكم اللي في الملعب والله اذا كان هو بيوافق او بيرضع على قرامته ان هو يسمى حاجة زي كده ويسكت دي مشكلته دي شخصيته هو لا ما تحسنش برضه انا قطعها غلط انا ببقى في الملعب وسامع وشايف مش ابراهيم نور الدين خلاص انا بكلمك لما يجي الحاكم اللي تشتم قدامك يسألوا السؤال ده لا اه خلاص سيبك دي احطها لجب انت لو سمعت حد لا احسفها ليه انا اقول لك بصراحة تاني انت لو سمعت حد بيشتم بره ممكن تقول ايه انا كيكا بعيد اكيني ما سمعتش وكمل المبارش مش نقصة توطر ونقصة ازمة وبعد كده بقى اني بقى نتحسب بعدين ولا بتروح قال له ايه انت مشغل ودانك لو سمعت هامسة تروح تدي الكرته على طول على الشخصية بتتجزقش يا قابibles كريم الشخصية مبتتجزقش ومفيش حاجه تخليك ان انت تيجي على قرامتك حتي لو هتقسر شغلك حتي لو هتخسر شغلك مفيش حاجه تخليك تيجي على قرامتك يعان انت عمرك مسمعت إسابة وقلت ايه انت اسمعت عني كده لا مسمعتش بس متوقعش متوقعش يحصل كده لا متوقعش encouragedك هتسيب احد مش هتسيب احد انا ماFiتربص اللي بتعمل ده سلوك التطاول سلوك السلوك في القانون ليه أصفر وليه أحمر كارتة أصفر وكارتة أحمر اللي هتطاول هاخد جازاته أنا لما أسكت يبقى أنا المسؤول عن التطاول ده ومسؤولاً لما تش يصف يعني شيء يعني أسيبك ليه